السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن الفاكهة الجميلة والمباركة والمحبوبة فاكهة التين ومعانا بالضبط قصة انتشار تين جاسم أبو محمد يا ليت لو تفيدنا موضوع قصة انتشار التين الجميل هذا قصة انتشار التين السوري قبل كان اسمت تين سوري ما كان اسمت تين جاسم بعدها نيابو من برع قالوا لنا ان اسموه تين جاسم في البداية اول شيء هذه الشارع عمرها موجودة عندنا من حوالي 20 سنة ماشاء الله هي وقفة وهدية من عند الشيخ حمدان بن راشد المقتوم عطاه لمحمد هلال بن براف موجودات ثلاث او اربع برع من 20 سنة ماشاء الله بدنا منسوي بيت التجارب طبعا ميزانية يزالة خير البهلال اعطانا بيت بلاستيك نسوي فيه تجارب ماشاء الله فزرعنا كذا نوع تين يبنا من برع من فلسطين من ايطاليا كل الانواع نشوفها في المشاتين من البلد الصنف الوحيد اللي اعطانا غزارتهم تاجه ماشاء الله وفعلا غزيه وسبحان الله من اربع خمس شيرات عدينا العشرة الاف شتلة ووزعناهم كلهم وقفة عن الشيخ حمدان يزال الله خير من زين نزال حسناته ان شاء الله ان شاء الله فوزعناهم من راس الخيمة لحدود السلع وساعدونا الجماعة يزاهم الله خير اول واحد زرع اتوقع احمد بن هياي المنصوري ماشاء الله الراكان القبيسي الشليوح المنصوري وساعدنا بعد راشد بن حاذا يزال الله خير في التوزيع هناك كانت عندهم هرجانات فيه فرصة ان نوزع فنعطيهم يستوي التوزيع من هناك ماشاء الله بداية كورونا السيارات التي من سلطنة عمان تنزلوا الخضرة في الاسواق نحملهم عقل تين نرسلهم لعمان فالكميات الكبيرة وزعنا الحمد لله وبعدين بدينا نوزع حتى على المشاتل ماشاء الله ساهمت ومساهمة كبيرة في انتشار الصنف التين موجود وخاصة تقريبا بنقول مبطول السنة على أقل عشر شهور لكن بلاد الشام اللي هي مصدر التين عندها بشهرين لكن في بيوت المحمية عندهم موسم والموسم عندنا طويل بسبب البيوت المحمية نعم هذا الخيم داخل بيوت محمية وعمار الشياب داخل بيوت الاخين عندنا عدت العشر سنين ماشاء الله 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 وفعلا الأشجار كبيرة يا أخوان ماشاء الله مقلمات بمحمد ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله هذه تقريبا عشر سنوات هنا واللي برع بي عشرين سنة اللهم مبارك اللهم مبارك فاكهة مباركة وهذه قصة الفاكهة المباركة التين تين جاسم أبو عبدالله بعد ما ننسى أخوي هزاع الكتب يزال الله خير ما ننتص له نقول له في عندنا اليوم تقييم في المكان في راس الخيمة ولا في بوضبي ولا في الخوانيج على طول إينا يقول لي لا تقلم أنا حتى تباني أقلم بقلم وبشل العقل وهذا يزال الله خير نحن نجهز له يشل يتعبل ويوزع يزال الله خير